أهلا بكم في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى والمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على دعوة الرسول بولوس إلى أن نسلك سبيل الروح في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطية وقال حث القديس بولوس المسيحيين على أن يسلكوا سبيل الروح القدس والإيمان بيسوع يعني أن نتبعه وأن نسير وراءه على طريقه كما فعل التلاميذ الأوائل ويعني في الوقت نفسه أن نتجنب الطريق المعاكس أي طريق الأنانية والسعي وراء المصالح الشخصية والتي سماها الرسول شهوة الجسد والذي يقود هذه المسيرة على طريق المسيح هو الروح وهي مسيرة رائعة ولكنها أيضا متعبة إذ تبدأ في المعمودية وتستمر مدى الحياة هذه الدعوة ليست مجرد عمل فردي بل تتم أيضا مع الجماعة كلها وبناء الجماعة من خلال اتباع الطريق الذي أشار إليه الرسول هو أمر مثير للحماسة ولكنه ملزم وأكد قداسته أن شهوات الجسد أي الحسد والتحيز والنفاق والحقد ما زالت حاضرة فينا وقد تراودنا التجربة لنلجأ إلى تعاليم صارمة للحد من تلك الشهوات في غيرنا ولكن ذلك لا يفيد لأننا بذلك الفعل سنخرج عن طريق الحرية والمحبة كما قال القديس أغسطينوس وبدلا من الصعود إلى القمة سنعود إلى الأسفل لهذا يتطلب السير في طريق الروح إعطاء مساحة للنعمة والمحبة في المقام الأول